منتخب السنغال قبل ما يعني نقول إحصائياته منتخب السنغال السنة دي يا كريم في 2022 لعب 13 مباراة كسب 9 وخسر واحدة بس من منتخب مصر في تفسيرات كاس العالم وتعادل 3 كسب كل أمم أفريقيا وتعادل فيها بس مبارتين وتعادل مباراة ودية وكسب منتخب مصر ويا كريم من قبل كاس الأمم الأفريقية دي كاس أمم أفريقيا 2019 برضو ما خسروش ولا مباراة غير مباراة نهاية قدامك معهم من زمان بالزبط وأنا بحب المدربين الوطنيين يبقوا موجودين دايما في بطولات المجمعة بيعرف يجمع ويعرف يتكلم مع الناس وأساسي معهم من زمان وهم عندهم ثقة فيه لأنه برضو لجند من الموجودين في السنغال ليه بقى يا كريم بقولك إن السنغال ممكن تتأثر أو السنغال غير تتأثر ساديو مني انت لو تبص على نجوم السنغال مندي عنده مشكلة يا كريم من سنة دي في تشلسي كيبا ركب عليه وبقى يلعب مكانه بعد كده كيبا لما تصابق مندي يرجع يلعب تاني ولكن مندي مبقى ديش أداء كويس مع إنه كان أفضل حارس في العالم السنة اللي فاتت مندي بتاع نص سنغال غير تاليستر سيتي فقط برضو مكانه في تشكيلة الأساسية لو نفتكر أليو سيس الباكليفت بتاع منتخب السنغال يا كريم مش موجود في القايمة أصلا لأنه هو خرج ما عندهش نادي من شهر تمانية هو أصلا فري خالص ما بلعبش في أي نادي مش متسجل في أي نادي انت بتتكلم مثلا في لو القايمة بتاع السنغال معنا يا جماعة خلونا نعرضها برضو نعرض القايمة عشان نشوف الأسماع اللي فيها بالضبطة يا كريم فإحنا بنتكلم إن في في أزمة كبيرة كلبالي كلبالي كان واحد من أفضل اللعيبة اللي موجودين في نابولي السنة اللي فاتت وكان الكابتن بتاعهم كلبالي السنة دي جيت شيلسي لعب أول موراتين فقط كويسين بعد كده أصيب بعد كده فقط بكانه الأساسي برضو مش كلبالي اللي هنعرفينه فدي بس ممكن تكون المشكلة بتاعت السنغال ولكن أنا من وجهة نظر السنغال ممكن تروح بعيد في كاس العالم لو عدوا أول ماتشين وقدروا يكسبوا وستاديو مني بدأ يخش معهم في الماتش الثالث ممكن السنغال تروح بعيد ولكن يا كريم في نقطة ما حدش أخب باله منه اللي هيطلع تاني المجموعة دي بنسبة تسعين في المية هيلعب أول مجموعة تانية اللي هو مين؟ إنجلترا لأن أنت إنجلترا المجموعة بتاعتها مش قوية وإنجلترا طريبا وأمريكا وويلز وإيران مجموعة بنسبة كبيرة إنجلترا فمباراة السنغال وهولندا الأولى هتحدد حاجات كتيرة جدا جدا في المجموعة وزي ما بقولك ترتيب المباراة هيفرق بشكل كبير بس أنا تصور إن المجموعة دي مش هيسعى منها هولندا والسنغال يعني في مفاجأة ما هتحصل في المجموعة دي قطر يالصالح قطر أو القدور خباك قطر لو طلعت هتبقى تاني منتخب في التاريخ يطلع من الدور الأول اللي حصل يعني منتخب مضيف يطلع من الدور الأول اللي هو وحيد اللي قصر القاعد دي جنوب أفريقيا كان فريق سيء جدا في 2010 إنما ما فيش فريق في التاريخ كاس العالم كله كان صديف البطولة ويطلع من الدور الأول وأنا بيني وبينك أنا صعبان علي منتخب قطر مع دل المجمودي الكبير اللي بتعامل دا كله إنهم يطلعهم الدور الأول في تكاتف كبير جدا هناك من كل بقى الجاليات فنتمنى أكيد التوفيق لقطر ولكن مجموعة قطر وارد النعت سعد واليكوادور كريمي رابع رابع أمريكا للتنية دا حاجة حاجة كبيرة هو اللعيبة ملهاش اسم أوي ولكن يبقى يبقى فريق رغم إن هولندا هي الإسم الأكبر ورغم إن هولندا برضو عندها تشكيلة مش مش وحش يعني مش هي التشكيلات بتاعت زمان بتاعت هولندا بس استيلة عندها تشكيلة كويسة بس أنا حاس إن المجموعة دي موت الشابكة جدا طيب أنا عاوز أقولك على حاجة من نفة الكوادور بقى يعني هم راحوا ثلاث مرات كسر عالم ودي مرة الرابعة المدرب بتاعهم اللي جدا وداهم كسر عالم تاني وداهم دور التمانية في كوب أمريكا فهو في 2021 لو ما اخصوا من 3-0 أرجنتين اللي خدته فلا في يعني المنتخب الأكوادور مش هيكون سهل صح ومجموعة دي مجموعة صعبة معقدة جدا واللي صعبة صاحب الأرض موجود زائد فرقتين قويين جدا سنغال وولندا وأنا دايما بقلق من الفرق اللي محدش بيديها أي اهتمام زال الأكوادور صح نتمنى أكيد قطر تتقال أيا كان هي أما إيه بس اللي قارب طبعا أكيد أكيد أولندا رقم واحد وصنغال رقم اثنين عظيم